هو أبو بكر محمد بن عبد الباق بن محمد الأنصاري الكعبي المعروف بقاد المارستان عالم بالفرائض والحساب عرف بعدله وعلمه وكان من أعظم قضاة المسلمين في عصره وتوفي ببغداد عام 535 للهجرة وجاور مكة مدة من الزمن كان من المجددين ومن كبار العلماء وأفقههم وقد تتلمز على يديه عدد كبير من كبار العلماء ويعتبر المارستان في فترة حكم الدولة العباسية منشأة في غاية الأهمية والرقي حيث كان يشرف عليها الخليفة نفسه أو نائبه ذكر ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة أنبئت عن يوسف بن الخليل الحافظ قال أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم عبد الله بن أبي الفوارس بن حسن الخزاز الصوفي البغدادي ببغداد قال سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي ابن محمد الأنصاري يقول كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفعه به عني فوجدت كيسا من إبريس مجدودا بشرابة من إبريس أيضا فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله فإذا الشيخ ينادي عليه ومعه خرقة فيها خمسمائة دينار وهو يقول هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ فقلت أنا محتاج وجائع فأخذ هذا الذهب فأنتفع به وأرد عليه الكيس فقلت له تعال إلي فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشرابة وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي خمسمائة دينار فما أخذتها وقلت يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء فقال لي لابد أن تأخذ وألح علي كثيرا فلم أقبل ذلك منه فتركني ومضى وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة وركبت البحر فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت أموالهم وسلمت أنا على قطعة من المركب فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأ فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال علمني القرآن فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراق من مصحف فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي تحسن تكتب فقلت نعم فقالوا علمنا الخط فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب فكنت أعلمهم فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها فأجبتهم إلى ذلك فلما زفوها إلي مددت عيني أنظر إليها فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه فقالوا يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ولم تنظر إليها فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا بالتهليل والتكبير حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة فقلت ما بكم فقالوا ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية وكان يقول ما وجدت في الدنيا مسلما إلا هذا الذي رد علي هذا العقد وكان يدعو ويقول اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي والآن قد حصلت فبقيت معها مدة ورزقت منها بولدين ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي ثم مات الولدان فحصل العقد لي فبعته بمئة ألف دينار وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال